من علامات التوفيق لأي عمل أي عمل عايز تعمله وعايز ربنا سبحانه وتعالى يوفأك في هذا العمل لابد يكون عندك أمارة أو علامة لصلاح القصد لصلاح القصد في هذا العمل يعني تنونية صلحة ربنا عايز إردتك وعايز نيتك لذلك ألف سورة التوبة ولو أرادوا الخروجة لأعدوا لها عدة احنا كتير مننا بيدعي أشياء كتير جدا جدا بتدعي حب النبي بتدعي إنك بتصلي بتدعي إنك صالح ولكن لكل قول دلالة لكل قول دلالة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حارثة من الملك الأنصاري قال يا حارثة كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله قال لكل قول دلالة فما دلالة قولك ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عدة فربنا عايز نيتك وعايز إردتك لما مثلا بيجي رمضان قبل ما يجي رمضان لازم تهيئ نفسك للعمل ده تعد العدة للعمل رح تصلي تتوضى من قبل وتقوم وتجهز وتحط في النية والإرادة إنك راح تصلي أو تعمل أي عمل لابد إن أنت تصح النية والإرادة ربنا عايز النية إنما الأعمال وبالنيات ما ضع مش كلامة يا جماعة ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عدة أنت بتصليش ليه؟ ما ربنا يهدين لا؟ آه لو أردت لا أعدت ما بتزكيش ليه؟ كاذب تعملش خير ليه؟ بكوز ويعدي مليون ألف بتاع ولك ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عدة يبقى ربنا عايز منك النية والإرادة بس النية والإرادة أصدق النية مع الله والإرادة ربنا حيوفاك إن شاء الله شكرا